بعدما خاض عسير ولدت الحكومة العراقية وسط تحديات وملفات ملحة تحتاج إلى جهود كبيرة لحلها الحكومة التي يرأسها محمد شريع السوداني تواجه تحديات لا حصر لها بعد تركمات وضعتها السنوات الماضية على كاهلها السوداني أقر بصعوبة المهمة وقال إن الحكومة تتحمل مسؤوليتها في ظل ظروف دولية ومحلية غير مسبوقة لكنه تعهد ببذل جميع الجهود الممكنة للنجاح في الرهان السوداني كان قد قدم تعهدات عديدة أبرزها تعديل قانون الانتخابات والإعداد لانتخابات مبكرة بعد الخلافات مع تيار الصدري كما تمثل مواجهة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة تحضية كبيرة أخرى يجب على الحكومة هذه الحكومة العراقية الجديدة التعامل معها فهل تملك حكومة السوداني القدرة على حل كل تلك الملفات وما هي العوامل المطلوبة لنجاحها بتلك المهمة أرحب بضيفي من بغداد الكاتب والبحث السياسي حيدر الموسوي وأيضا من بغداد الكاتب والبحث السياسي مجاشعة تاميمي أهلا وسهلا بكما معنا الليلة في هذا الحوار من غرفة الأخبار أبدأ معك أستاذ حيدر كان المخاض عصير كما ذكرنا لكن الحكومة قد ولدت السؤال الأكبر ليطرح بعض ولادتها هل بإمكانها أن تعمل؟ تعمل بكل صراحة ما الذي يجعلها مختلفة عن كل الحكومات السابقة؟ شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم تحية ليك والأهلا وسهلا هذه الحكومة قد لا تختلف كثيرا عن الحكومات المتعاقبة من حيث الأشخاص والانتماءات والأفكار والرؤى لكن المختلف هو أنها جاءت بعد كما ذكر جنابكم أنها جاءت بعد مخاض عصير بعد انسداد استمر لأكثر من عام هذه الحكومة أيضا جاءت على أنقاض وحراك احتجاجات مشاكل وصلت إلى حد الاحتراب الأهلي إلى الاغتتال وبالتالي هناك أيضا تهديد وجودي لهذه الحكومة منذ البداية سواء من قبل الرأي العام من قبل الشارع العراقي من قبل المحتجين من قبل التيار من قبل تشرين وحتى من قبل الفوع الخارجي بأن هذه الحكومة قد تكون بمثابة الوضع الأخير للحياة السياسية وهذه العملية السياسية في حال نجحت سوف يستمر هذا النظام السياسي وسوف يتم عادة جسور الثقة ما بين الطبق السياسي وما بين الشارع العراقي وإن أخفقت لا سمح الله فأن الأمور سوف تتعقد أكثر لكن بتقديري بتصوري أنك أرزم السيد السوداني تعديدا كرئيس مجلس الوزراء سيد السوداني عذرني على المقاطعة هو يريد تماما وهو تعهد بالكثير من الأمور التي يحتاجها العراقيون لكن يبقى التساؤل الكبير هل يملك الأدوات؟ هل القرار السياسي؟ هل القرارات المتعلقة بالفساد؟ بحصر السلاح بيد الدولة؟ هل هي قراراته الشخصية أم قرارات الخارج؟ لا دعينا أن نفرق بين مطلب سياسي تتحدث به فواع الخارجية وتروج له أيضا أطراف دولية في الداخل على الأقل نحن نتحدث عن مشكلات وتراكمات تخص الصالح العام وعدد كبير من الملايين مهتمين بقضايا مهمة وقضايا إساسية وهي حل مشكلة الكهرباء، الخدمات، الصحة، أزمة السكن، توفير فرص العمل هذه المسائل المرتبطة بالعيش الكريم وبحياة الفرد إن تقدمت الحكومة ببذل جهود معينة في تقديم خطوات جدية في هذا الموضوع هنا سوف تنجح بالتأكيد مسألة مكافحة الفساد أنا أعتقد أن هذا الموضوع أصبح موجود كسيستم موجود في جسد المؤسسات العراقية وبالتالي حل هذه المشكلة تحتاج أولا قوانين حديثة تحتاج تضافر جهود ما بين الأطراف السياسية وأن يكون هناك محاسبة ومسائلة حقيقية لبعض الأسماء وإن كانت منتمية لجهات سياسية سأعود إلى هذه النقطة موضوع السلاح المنفذة أنا أعتقد أن هذا الموضوع فيه تشعبات وفيه أفكار سأعود إلى نفس الفساد بطبيعة الحال بشكل موسع أكثر لأن البعض يعتبر أن البداية في هذا الملف يحتاج تغيير لربما لهذه الجهات السياسية لها علاقة مباشرة بالفساد هذا موضوع مختلف سنعود إليه أستاذ مجاشعة تميمي أهلا بك أيضا إلى هذا الحوار أعذرنا تأخرنا عليك أنا أبدأ معك من فكرة كيف يمكن لحكومة أن تنجح في ظل غياب مكونات أساسية في البلد غير ممثلة فيها على رأسها التيار الصدري نعم شكرا جزيلا لكم ولجمهوركم ولضيفكم الكريم بالتأكيد التحديات كبيرة تواجه والبرنامج الذي قدمه السيد محمد الشعاع السوداني ربما لا يتناسب مع حكومة قال أنها تستمر لمدة عام الإشكاليات والمشاكل كبيرة جدا السيد مختلف صدر ربما أعطى فرصة مهمة لقوى الإطار والقوى الأخرى من أنه انسحب وترك لهم تشكيل حكومة ولكن للأسف الشديد هذه المختلفة في هذه الحكومة هو فقط اختيار شخصية تكاد أن تكون مقبولة من كل الأطراف وهي شخصية السيد محمد الشعاع السوداني ولكن على مستوى الكابينة الحكومية لا تختلف عن الحكومات الماضية للأسف هذه القوى لم تستفد من ترك السيد الصدر الدخول في هذه الحكومة كان يمكن أن يدخل ويأخذ النسبة الكبرى داخل المكون الشيعي ولكنه بالنتيجة انسحب ولكن هذه القوى لم تستفد ولهذا التحديات ستكون كبيرة أمام السيد محمد الشعاع السوداني نعم الموقف الصدري من هذه الشخصية تحديدا من رئيس الحكومة الجديد كان مختلفا في بداية الأمر ما هي العوامل التي جعلت موقف التيار الصدري أخف حدة في الأوينة الأخيرة حضرتك تتحدث عن شخصية اليوم بإمكانها أن تقدم للعراق نعم التيار الصدري كان لديه مشروع والمشروع وصل لقناعة من أنه الظروف ربما والتحديات الداخلية والخارجية لن تسمح للتيار الصدري بالذهاب إلى مشروع الأغلبية الوطنية لهذا هو حاول في بداية الأمر ولكن واضح جدا أنه وصل لقناعة من أن الأجواء واضح أنها لن تذهب إلى تشكيل أو تغيير أو إصلاح في العملية السياسية لهذا ترك التيار الصدري العملية السياسية وهو الآن يراقب وهذه المراقبة ربما ستستمر لثلاثة أو ستة أشهر بعد ذلك سيكون هناك تقييم لأداء وسلوك الحكومة العراقية واضح لغاية الآن أن السيد السودان يرسل رسائل إلى قوى الرفض لحكومته وفي مقدمتهم والتيار الصدري لأن هناك قوى أخرى غير التيار الصدري هي القوى المدنية قوى تشرين كلها الآن تراقب أداء السيد السوداني وحكومة السيد السوداني ولكن بالنتيجة نتوقع أن يحصل بعض الشيء ولكن كما ذكرت حضرتك الأدوات التي لدى السيد محمد الشيعة السوداني أدوات شحيحة الآن برنامجه واضح جدا أنه فيه انفاق كبير وهذا الانفاق للأسف دائما ما يقرن بفساد لا توجد هناك أدوات لتنفيذ هذا البرنامج هو قدم برنامجا سياسي ولكن يجب أن يترجم على أرض الواقع ولكن من حيث الواقع أن نلاحظ أن هذه الوزارات هي وزارات في غالبها وزارات فيها فوضوية يسيطر عليها الجانب الحزمي كل المدراء العامين والدرجات الخاصة ورؤساء الأقسام هم يتمون في غالبهم لجهات سياسية بمعنى أن السيد محمد الشيعة السوداني سيكون أمام اقتبار صعب وحكومتي قال أنها ستستمر لمدة عام بمعنى أن الوقت ضيق جدا ولديه تحدي خطير وهو الخلاف الرئيسي حول هذه الحكومة وهو ضرورة عدم من وجهة نظر التيار عدم الذهاب إلى تغيير قانون الانتخابات والمفوضية هو وضعه من ضمن برنامجه الحكومي وهذا يختلف كليا مع رغبة التيار الصدر وسيد مقتل الصدر هو يريد انتخابات مبكرة نعم سيذهب من حيث المبدأ ولكن لا يريد تساؤل كبير حول هذا الطرح هناك تعديل في قانون الانتخابات والمفوضية أستاذ مراشا خليني أسأل أستاذ حيدر لماذا طرح السوداني الانتخابات النيابية المبكرة هل هي فقط رسالة أستاذ حيدر لإرضاء التيار الصدري كما رأىها البعض لا هو اتفاق كان يعني اتفاق بين كل القوى السياسية إذا تتذكرين أن في رسالة السيد الصدر إلى الشركاء في تحالف انقاذ وطن السيادة والديمقراطي الكردستاني من أن ينسحبوا ولكن لم ينسحبوا من البرلمان وبيانهم كان آخر بيان واضح في عملية أنهم يقبلوا بفكرة الانتخابات المبكرة إذا قبل الإطار التنسيقي كاشتراط في دخولهم معهم في تشكيل الحكومة ووافق الإطار التنسيقي على هذه الجزئية والحكومة سوف تستمر لمدة سنة ونصف وليس سنة واحدة لالتهية الانتخابات مبكرة ومسألة تغيير قانون الانتخابات يعني متفق عليهم ما بين جميع القوى السياسية باستثناء التيار الصدري وبالتالي التيار الصدري اليوم ليس له وجود في داخل البرلمان إذن البرلمان لا ننسى أن هذا الرأي هو رأي المحكمة الاتحادية بالمناسبة وقرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة لجميع القوى السياسية يعني في آخر كلام عن رد دعوها على الإطار التنسيقي بخصوص نتائج الانتخابات ذيلت الكلام بأن في الانتخابات القادمة أنها تشكل على هذا القانون وتطلب بتغيير هذا القانون وتجنب العدوى الفرز يعني الإلكتروني والذهاب للعدوى الفرز اليدوي إذن هذه الأمور مرتبطة بقرارات المحكمة الاتحادية والقضاء وحتى مسألة تشكيل الحكومة يعني أيضا مرتبطة بالقرارات المحكمة الاتحادية على فكرة يعني باعتبار أن حكومة تصرف الأعمال غير قادرة على إجراء الانتخابات وليس من صلاحياته إذن موضوع أنها لم تكن رسالة بقدر ما أنه هناك تفاهم ما بين قوى اتلاف إدارة الدولة المشكل ما بين الإطار التنسيقي والسيادة والديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني من أجل أيضا طمأنة أيضا المجتمع الدولي والأطراف الداخلية وكل الفعاليات والقطاع السياسية بأنهم يعني الهدف من عملية تشكيل هذه الحكومة هو أساسا لمعالجة بعض المشاكل والفوضوية التي حدثت فيما يعرف بحكومة تصريف الأعمال وبالتالي مسألة أننا نعيب على أن هناك حالة من الحزبية في داخل مؤسسات الدولة إن هذا موضوع طبيعي في الأنظمة السياسية وخاصة في ظل التوافقية يعني كتجربة لإدارة الحكم كما هو في عدد الدول وبالتالي لا يمكن يعني النعيب على هذه الفكرة الطرف الآخر لم يقفل الباب على هذه الحكومة يعني كنا نستمع إلى أستاذ مجاشع التاميمي يقول أنه التيار الصدري يراقب يعطي هذه الحكومة ستة أشهر هو يقيم الأداء وبالتالي ما هي العوامل أستاذ مجاشع التاميمي التي لا يزال يراهن عليها داخليا في ظل حكومة يعتبرها البعض نسخة عن الحكومات السابقة الرهان الوحيد بالنسبة لي واضح يعني من خلال يعني ما تحدث به السيد السوداني أنه المتغير الرئيس هو وصول السيد السوداني إلى رئاسة مجلس الوزراء يعني لنقول بصراحة أنه هذه الشخصية هي شخصية يعني لا تسجل عليها الكثير من النقاط ولكن بالنتيجة هو يعني شخص واحد في مؤسسة في إدارة دولة فيها نسب فساد كبيرة فيها ترهل فيها انتماء حزبي فيها يعني رؤية من قبل هذه الأحزاب إلى الوزارات إلى المناصب على أنها أشبب الدكاكين لتمويل أحزابهم لهذا التحديات يعني كبيرة جدا وأنا أعتقد أنه الرهان يكمن كنا نتوقع في تشكيل حكومة حكومة مختلفة حكومة من شخصيات تكنوقراط حكومة مختلفة لديها قدرة على محاربة الفساد على تحسين الوضع على يعني تحسين الأداء ولكن يعني البداية كانت بداية مخيبة ولكن لنعطي فرصة لأسيد محمد شيعة السوداني هو شخصية قوية ما هي فرصة مبنية على ماذا يا أستاذ نجاشي؟ أحاول أن أبحث عن الكلمات الإيجابية التي استخدمتها في هذه الإجابة تأمل لكن لا مؤشرات إيجابية هل يمكن لسيد محمد شيعة السوداني هنا أن يعمل بجدية لإتمام ما يريده العراقيون في ظل مستوى الفساد المستشري في البلاد والكل يعلم أن هذا الفساد ممثل في الحكومة بالتأكيد هو الفساد في العراق هو فساد محمي سياسيا وقانونيا وهو مافيات ربما أخطر وأقوى حتى من رئيس الوزراء الحالي لهذا فهو تحدي كبير أمامه ولكن معلوم جدا أن هذه الفرصة الأخيرة بالنسبة للإطار التنسيقي في تشكيل حكومة فعلى قوى الإطار التنسيقي أنا أعتقد والقوى الأخرى وبالتحديد الإطار التنسيقي أن تعطي فرصة لسيد محمد الشيوع السوداني في البداية لم أعطوا فرصة من خلال فرض عليه شخصيات مسجل عليها يعني أنها لم تنجح في الفترة الماضية ولكن معلوم جدا أن سيد محمد الشيوع السوداني في فترة قبل منحه الثقة مختلفة ستكون تماما عن فترة بعد منحه الثقة لهذا أنا أتوقع أن يكون هناك حزم نحن لا نريد أن يكون هناك تصحيحا لمسار عشرين سنة من سوء إدارة بالنسبة للعملية السياسية بعد العام 2003 ولكن نعتقد أنه بمجرد وقف هذا التدهور هو إنجاز نعم بالتأكيد يعني وقف التدهور الحالي في مؤسسات الدولة ووضاع في العراق هو بحد ذاته منجز بالنسبة للسيد محمد الشيوع السوداني ولكن التجارب الماضي عن وقف التدهور هذا ما المطلوب حقيقة ما هي الخطوات المرجوة الآن من السيد السوداني لوقف هذا التدهور على الأقل لأنه كما ذكرنا الملفات والتحديات الكبرى التي يواجهها العراق لا حلول جذرية لها في الوقت الرهد نعم التحديات جدا كبيرة يعني لا توجد هناك عصا سحرية بلا شكلة السيد السوداني يعني سنة ونصف غير كافية لإتمام جميع هذا الفشل المتراكم لكن على الأقل يعني بحسب معلوماتي الخاصة أنه هناك بحدود قرابة ألف وثمانمائة مشروع متلكي يعني تم الاتفاق يعني في ضمن خطة السيد السوداني مع عدد من الشركات المهمة والأساسية من أن يتم إنجاز هذه المشاريع هذه المشاريع كلها مشاريع تتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين هذه جزئية جدا مهمة مسألة التخفيض يعني تخفيض رواتب يعني الدرجات الخاصة الكثيرة في الدولة العراقية ومؤسساتها سوف توفر بحدود خمسمائة مليار يعني دينار عراقي شهريا مع استغلال الوفرة المالية جراء ارتفاع أسعار النفط يعني هذه كلها نعتقد مقاومات سوف تسهم والرجل يمتلك نوعا ما قراءة اقتصادية لإدارة بعض الملفات من الممكن أن يذهب باتجاه توظيف هذه العوامل الإيجابية لإنجاح خطته وتقديم عدد من المشاريع المهمة والأساسية لفئات مجتمعية كثيرة في العراق لكن على مستوى الفساد فالفساد هو فساد بنيوي متغلغل في جسد الدولة العراقية موجود عند أصغر موظف وهذا لا أعتقد أنه فقط مرتبط بإشكالية فكرة الحزاب السياسية على فكرة هذا موضوع على اعتبار أنه هناك علاية ضعف وهم في المسائل القانونية فقط بهذه الأعزاب جيد لا لا أنا أقصد لا لا أقصد أنه الإرادة هي توجد الأجهزة الرقابية المهمة القضاء والإدعاء العام وهيئة النزاهة لكن في نفس الوقت هناك عملية مخاوف مخاوف من فتح عدد من الملفات المهمة حتى وإن كانت لشخصيات ربما ليس من الخط الأول من الصقور أم من الحمام على اعتبار أن هناك عملية رشاة تعطى للكثير من الجهات حتى من الممكن في داخل هذه الأجهزة الرقابية ليتم تسوية عدد من الملفات ولكن على الأقل في المرحلة القادمة الرجل ذهب باتجاه الحوكمة الإلكترونية أتمتت المنافذ الحدودية نعتقد أن هذه الأمور من الممكن أن تحد على الأقل من ظاهرة الفساد المالي في الدولة العراقية وبالتالي سوف يحقق على الأقل إنجازات ولو كانت بنسبة 50% ونعتقد كما قال دكتور مجاشع يعني هذه تعتبر جزء من عملية الإنجاز الحقيقي التي سوف ترقى إلى رضا السيد الصدر والمعارضة تلاقب أستاذ حايدر وكما قال أستاذ مجاشع تقيم أداء هذه الحكومة تقيم أداء محمد شيعة السوداني لكن يبقى التساول أستاذ مجاشع كيف سيكون العقاب في حال لم تنجح الحكومة الجديدة يعني تيار الصدري حاول قبل ذلك ولم ينجح هل بإمكانه أن ينجح بعد عام لربما من عمل هذه الحكومة الجديدة أنا لا أتوقع أنه سيستمر صمت السيد مقتل الصدر والتيار الصدري طويلا نحن الآن نمر في شهر عسل بالنسبة للسيد محمد الشاعر السوداني هذا شهر العسل في العراق وفي الحكومات يستمر من ثلاثة إلى ستة أشهر يعني إذا ما تم الوصول إلى أزمة أو إحداث أزمة مع التيار الصدري على الأقل في موضوع قانون الانتخابات فأنا أتوقع أن هذا الصمت الصدري والقوى الأخرى سوف لن يستمر طويل لهذا يدرك السيد محمد الشاعر السوداني خطورة المساس برغبات التيار الصدري لهذا ربما سيحاول من الآن ولغاية ثلاثة أو ستة أشهر الوصول إلى اتفاق مع التيار الصدري لإجراء تعديل يعني كما قال الأستاذ حيدر الموسوي من أن التيار غير موجود في البرلمان ولكنه بالتأكيد هو مؤثر جدا لأنه الشارع هو يسيطر على الشارع خصوصا في المناطق الشيعية ولهذا أتوقع أنه ربما سيعود التيار الصدري إلى الشارع في حال عدم حصول أي تغيير لكن ألم يفقد التيار الصدري أستاذ مجاشع جزءا من هذا الشارع العراقي تحديدا فئة الشباب ألم يخسر البعض منهم هم من وضعوا كل آمالهم على مقتضاء الصدر وعلى تغييريين في هذه المرحلة لا بالتأكيد الواقع الآن في العراق مختلف كثيرا عن المبدأ السيد مقتد الصدر هو صاحب مبدأ وكان لليه مبدأ بضرورة أن يكون هناك إصلاح وعدم المشاركة في حكومة توافقية وربما لو يشارك التيار الصدري في هذه الحكومة لقد خسر الكثير ولكن ابتعاد التيار الصدري عن المشاركة في هكذا حكومة ربما أعطى طبعا دعما آخر ومصداقية كبيرة لسيد مقتد الصدر لهذا أنا أتوقع أن استراتيجية سيد مقتد الصدر الآن التركيز على انتخابات مبكرة والكثير يراهن على أن هذه الحكومة ربما ستفشل وربما لا تصل إلى مبتغاها لأن برنامج الحكومة هو برنامج كبير ويحتاج إلى سنوات كثيرة وربما ألزمت هذه الحكومة نفسها بتعاهدات لا تستطيع الإفاء بها ولكن بالنتيجة يدرك جميعا أن القوى الإطار التنسيقي هي تتحمل مسؤولية فشل هذه الحكومة لهذا أنا أتوقع سيكون هناك دعما في إعطاء مساحة كبيرة بالنسبة للسيد محمد الشيعة السوداني لتنفيذ والاتفاق مع السيد مقتد الصدر والوصول معه إلى اتفاق بغية عدم الذهاب مرة أخرى إلى الاحتجاجات والصدامات لأنها ليست بصالح جميع وخصوصا حكومة السيد محمد الشيعة السوداني باختصار لو سمحت بالدقيقة المتبقية أستاذ حيدر الموسوي هل ينجح هذا الاتفاق بتقديركم هل هناك اتجاه لربما لتقارب مع الثيارة الصدر من قبل السيد السوداني يعني حتى هذه اللحظة لا توجد معلومات أكيدة على أن هناك مسألة تواصل والموضوع ليس مرتبط بشخص السوداني بالتأكيد على اعتبار أن هناك أيضا أطراف خارجية حاولت سابقا أن تحدث هذا التقارب بين وجهات النظر ما بين التيار الصدري ومحاولة سحبه ويعادته من جديد إلى الحياة السياسية ولم يحدث هذا الموضوع لكن مسألة قانون الانتخابات هو الذي يقرب أنا أستبعد هذه الخطوة على الأقل بالوقت الحاضر لكن بالنهاية السيد السوداني هو منفتح على فكرة منفتح على القوى المدنية ومنفتح على التيار الصدري وهو والإطار بالأساس يعني منذ البداية وحتى حكومة السيد السوداني حاولت منذ البداية وارسلت رسالة للتار صدري أن يشاركوا في هذه الحكومة وأن يعطوا حقائب وزارية ويتم شمتيرهم بحسب عدد مقاعدهم راعات التوازن الانتخابي ولكن سنكون بمتابعة لكل هذه التطورات شكرا جزيلا لضيفنا أستاذ حيدر الموسى والكاتب والبحث السياسي وأيضا الكاتب والبحث السياسي مجاشع تابيمي على المشاركة معنا من بغداد الليلة شكرا